اشتركوا في القناة اريد ان ادعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ الحالة الاولى سنبدأ اولا بالحالة التي حدثت في عام 1997 في شمال اقليم بريمار في قرية السابولين ذهب صياد يدعى فلاديمير ماركوف ليتجول في الغابة باحثا عن فريسا واذفجأة رأى جثة مستلقية لشخص قتل من قبل الخنازير لم يفكر الرجل طويلا بل قام بقطع قطعة من اللحم واخذها معه وبعد مرور عدة امتار قابل في طريقه نامر امور وخاصة النوع المفترس فكر صياد يتخذ للتو من النمر فريسا لكنه من الواضح ان هذا القرار لم يجعله سعيدا امسك فلاديمير بندقيته واطلق النار على ذلك الوحش لكن النمر اصيب بجروح طفيفة وهرب بعيدا مقررا اي انتقم من الجاني استغرق الحيوان من 12 الى 48 ساعة وهو يبحث عن المكان الذي يعيش فيه حتى تمكن من العثور عليها لم يكن ماركوف في المنزل ولهذا قام النمر بتدمير كل شيء هناك له رائحة ماركوف ظل ينتظره فترة من الوقت حتى عاد ماركوف الصياد الى منزله فهجم عليه وعطه وفي رواية اخرى هجم النمر على ماركوف بالقرب من منزله بعد يومين من الاصابة حتى يومنا الحالي تعتبر هذه الحالة هي المثال الوحيد والمعروف الذي يؤكد على حقيقة ان النمر تعمد مطاردة شخصا ما وانتظره حتى يقتله الحالة الثانية حدثت هذه الحالة في تايلاند في عام 2009 كان هناك شخص يمتلك قردا كان يجبره دائما على تسلق شجرة النخيل وتمزق جوز الهند حتى يتمكن من بيعها وفي حالة ان القرد لم ينفذ اوامر صاحبه يخضع للضرب والتعذيب الا ان العصاب لا يمكن السيطرة عليها فذات مرة قام القرد بالقاء جوز الهند من كفه مباشرة على رأس صاحبه الذي يبلغ من العمر 48 عاما فما الدافع وراء قيام القرد بذلك توصلت استنتاجات العلماء الى ان الدافع وراء هذا السلوك هو ان القرد ربما كان يخطط لقتل صاحبه وقد اثبت الباحثون فيما بعد ان القرد تمتلك القدرة على التخطيط لاعمالهم في المستقبل الحالة الثالثة وفي هذه الحالة حدثت في شهر يوليو من عام 2016 في دولة الهند حيث تعرض السكان المحليون لسلسلة من هجوم الافيال والتي استمرت اكثر من اسبوعين ففي خلال 15 يوم قامت مجموعة من الافيال والتي تتكون من 16 فيلم بالهجوم الليلي على القرية فقاموا بتدمير حوالي 54 منزلا وقد كشفت التحقيقات انه يبدو ان سبب هذا الهجوم هو قتل فيلم في ليلة 11 من يوليو والذي نفذ هذه الجريمة هو صياد من الولايات المجاورة لهذا قرر بقية القطيع باخذ الثأر من هذه القرية كانت نتيجة هذا الهجوم هو ان العديد من سكان هذه القرية اصبحوا مشردين بلمأوة الحالة الرابعة منذ ثلاث سنوات ماضية في مدينة تشوتشينغ الصينية انهى رجل عمله واثناء عودته الى منزله وجد كلبا مشاردا بلمأوى مستلقيا في موقف السيارات وخاصة بجانب سيارته قام الرجل بركله وايهنته ومعاملته باساءة حتى ذهب الكلب بعيدا وبعد ساعة عاد الكلب ومعه مجموعة كبيرة من الكلاب وقد قرر كل واحد فيهم تدمير سيارته فباسنانهم تركوا الكثير من الخدوش على السيارة وقاموا ايضا بقدم مساحات الزجاج الامامي للسيارة قام احد الجيران بتصوير كل شيء على الكاميرا واخبر مالك السيارة بهذا في صباح اليوم التالي هذه الحالة مماثلة للحالة السابقة ولكن في هذه المرة مع دب حدثت هذه الحالة في منطقة خانتي مانسيسك بالقرب من مدينة بيتياخا حيث قام احد الصيادون باصابة دب في فخذه ولكن الدب تمكن من الهرب بعيدا عن الصياد الا ان الدب عاد مرة اخرى في الليل لينتقم من الصياد فقام بتحطيم سيارته بالكامل قام بتكسير زجاج السيارة بالكامل الامامي والخلفي مزق مقاعد السيارة باكملها حطم السيارة كلها من الخلف وازال ارقام السيارة الى ان اصبحت السيارة بالكامل في الوحل وحولها يوجد اثار دب ضخمة ومن الجدير بالذكر انه كان يوجد ثلاث سيارات اخرى على جانب طريق الغابات لكن الدب قرر تدمير هذه السيارة لينتقم من الصياد الحالة السادسة حدثت هذه الحالة في عام 2016 في دولة الهند في قرية منكتا في يوم شديد الحرارة كان هناك رجل يدعى اور والذي استقبل الضيوف في منزله لوقت طويل حتى نسي الجمل الذي تركه طوال اليوم مربوطا تحت اشعة الشمس الحارقة وعندما ذهب الرجل ليلا ليقطع رباط الجمل امسك به الحيوان الغاضب من رقبته ورفعه بقوة شديدة ثم القاه على الارض وكانت النتيجة ان رأس الرجل انفصلت عن جسده بشكل جزئي حول 25 رجلا من سكان القرية تهديئت هذا الجمل الغاضب بشدة ولكن الامر استغرق حوالي 6 ساعات الحالة السابعة حدثت هذه الحالة في ولاية كرالا في بلد الهند في عام 2016 حيث اظهر نمر غضبه الشديد عندما قتل احد الصيادين زوجته واشباله كان الصياد الذي يلقب بملش يجلس دائما في الغابة وسط اشخاص يشربون الكحل بطريقة غير قانونية وذا تمر وهو جلس مع هؤلاء الاشخاص واجه امامه انثى النمر واطفالها فقام ملش على الفور بقتل انثى النمر واطفالها ثم قام بتقسيم لحمها الطازج مع اصدقائه وبعد مرور ثلاثة ايام والصياد جلس كالعادة مع اصدقائه يشربون الكحل بشكل غير قانوني وجدوا امامهم نمرا غاضبا جدا انقض النمر المتوحش على الصياد وهجمه بشدة قبل ان يحمله الى الغابة فالاصابات التي تعرض لها ملش كانت اصابات مميتة لم يتوقف النمر عند هذا الحد بل استمر في قضبه فترة طويلة اكثر من شهرين فقد كان يهاجم اي شخص يقابله في هذه المنطقة الحالة الثامنة حدثت هذه الحالة في اباكان في عام 2014 حيث قام احد الكلاب الرعاة بعد رأس صاحبه حتى قتله وذلك نتيجة انه كان كثيرا ما يضربه ويعذبه ووفقا للمحققين فان التي اكدت لهم هذا السبب هي ابنة صاحب الكلب ولهذا لا تسئ ابدا لكلبك ولا تعذبه او تضربه حتى لا يحدث لك مثل ما حدث لهذا الرجل الحالة التاسعة حدثت هذه الحالة الغير عادية في مدينة اغرا الهندية حيث تحول بوغاء منزلي الى منتقم كانت هناك امرأة تدعى نيلام شرمة تمتلك بوغاء في منزلها قتلت هذه المرأة على يد لصوص المجرمين ولم يقم المجرمون بقتل المرأة فقط بل قاموا ايضا بقتل كلبها ومن قبيل المصادفة الغريبة ان المجرمون تركوا الببغاء على قيد الحياة بعد موت نيلام اخذ اقاربها هذا الببغاء الى منزلهم وكان من بينهم ابن اخت نيلام والذي يدعى اشتوش ومن اول يوم تواجد فيه الببغاء في المنزل كان يتصرف بشكل غير عادي في كل مرة يقترب فيها ابن اخت نيلام من القفص او عندما ينادي شخص ما على اسمه لاحظ اقارب نيلام هذا التصرف الغريب من الببغاء فقرروا التوجه الى الشرطة وهنا اضطر اشتوش الى الاعتراب بانه حاول سرقة العم هو وشريكو خوفا من ان يذهبوا الى الشرطة ويبلغوا عن ان المجرمين قتلوا هذه المرأة الحالة العشرة حدثت في الولايات المتحدة الامريكية في مدينة شيكاغو حالة غريبة للغاية حيث القى سنجاب كاميكازي بنفسه تحت عجلات دراجة والتي كان يقودها مسئول محلي عن شؤون المدينة كانت النتيجة ان المسئول سقط من الدراجة وتحطمت بعض اسنانه واحدث له كسر في عظام الوجه بالقرب من منطقة الانف اما السنجاب نفسه فقد مات تحت عجلات وسائل المواصلات بالتأكيد انت تسأل نفسك الان اين الثأر في هذا الامر الامر يكمن في ان هذا المسئول عرض في الاونة الاخيرة حيوان السنجاب معلنا انه حيوان عدواني واتهمه بانه يقوم بتدمير صناديق القمامة وبهذه الطريقة القسنجاب بنفسه تحت عجلات دراجة المسئول لينطق منها يا له من هجوم مثير للغاية الحالة الحادية عشر تم تصوير هذه الحالة بالكاميرا من دولة الصين في مقاطعة فوجيان قرر احد السياح يمزح بالسخرية على القرض وتسلل الرجل الى بركة ريسوس حيث كان يجلس على سور البركة قرض فدفعه الرجل في الماء وعلى الفور سارع القرض بمطاردته حول الشاب ان يختبأ في مبنى معبد اما كاكا معتقدا ان القرض لا يجرؤ على الدخول الى هناك كان هناك قرض اخر رأى كل شيء في الخارج والذي لم يظل واقفا في مكانه بل سارع على الفور للانتقام لعشيرته ذكر المسئولون في المعبد ان الحيوان خدش وجه السائح ويديها وان الاشخاص الذين كانوا في المعبد في ذلك الوقت حاولوا سحب القرض لمساعدة الرجل وللأسف الشديد لم يتم تصوير الاحداث التي دارت في المعبد بالكاميرا وبشكل عام القرض حيوانات انتقامية تاخذ دائما بثأرها الحالة الثانية عشر هذا مقطع مضحق تم تصويره في حديقة الحيوان في كندا حيث انتقم حيوان الالباكة الجائع من طفل صغير لم يطعمه كان الطفل يحمل كيسا من الطعام فقام بمضايقة الالباكة ولم يطعمه فاقترب الحيوان من الطفل وبسق في وجهه مباشرة الحالة الثالثة عشر هذه ايضا حالة مضحقة تم تصويرها بالكاميرا قرر اثنين من الفتيات ان يسخروا من قرد باب داخل قفصه فقاموا بالقاء اشياء ما عليها لم يتحمل الحيوان هذه الوقاحة لفترة طويلة فرفع فضلاته من الارض والقاها عليهم الى هنا ينتهي فيديو اليوم لا تنسى ان تضع ليكا للفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات وشاهد اثنين من مقاطع الفيديو السابقة شكرا على المشاهدة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة